إن أحداً ما أصبح مديراً وتحول فوراً إلى شخص استعلائي جداً ونفخ ريشه كما يقال أي أن هذا الشخص بدأ ينسب لنفسه خصائص منصبه رغم أنه قد لا يتمتع بمثل هذه الهيبة التي يجب أن تتناسب مع المنصب الهيبة هي طبعاً ما يكتسب بالجهد ولا يظهر فوراً مع تقلد المنصب لكن المنصب يمنح جملة من الصلاحيات لمن يشغله فيخلعها هذا المسؤول على نفسه ويحسب أنه استحقها بفضل مزاياه هذا يسمى آلية التضخم النفسي أو آلية الانتفاخ في هذه الحالة إذا جمعنا هذه الأفكار مع أفكار ألفريد آدلر مؤسس علم النفس الفردي الذي طور مفاهيم من قبيل عقدة النقص وعقدة التفوق إذا جمعنا تلك الأفكار يتضح ما يلي إذا كانت لدى الشخص عقدة نقص فسوف يرغب في إزاحتها وكبتها فكيف له أن يكبت ويزيح ويتجاوز عقدة النقص هذه؟ يمكنه فعل ذلك عبر محاولة الارتقاء اجتماعياً ولكن ماذا يفعل إن لم ينجح في ذلك؟ سيلجأ عندها إلى المحاكاة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر